وصل طيران النظام لليوم الثالث على التوالي قصفه المكثف على مدينة حلبة وريفها الغربي ما أسفر عن استشهاد امرأة وطفل في حي المواصلات ويأتي ذلك بالتزامن مع معارك نشبت بين الثوار وقوات النظام على جبهة حي الراشدين في حين تمكن الثوار من استعادة السيطرة على قريتين تل حسين وكفر شوش بالريف الشمالي بعد معارك مع تنظيم الدولة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مدير مكتبنا في حلب مصطفى عبدالله مصطفى حدثنا بداية عن المعارك التي نشبت بين الثوار وقوات النظام في أطراف مدينة حلب وعن خسار النظام فيها أصلا القوات النظام استمرت هي والطيران الروسي في خرق الهدنة وقصف مواقع الثوار وقصف المدنيين الأمينين في أرياض حلب الشمالية والجنوبية والغربية وأيضا مدينة حلب لليوم الثالث على التوالي البارحة قام السوار بالرد على قوات النظام في منطقة الراشدين الجنوبية والشمالية والمنصورة ومعمل الكرتون وجميع الصحفيين وجارة اشتباكات عنيفة مع النظام هذه المعارك استمرت طوال الليل وإلى حد الآن ما زالت مستمرة النظام قام بقصف مواقع السوار بجميع الأسلحة السقيلة والمدفعية والطيران السوار استطاعوا ضرب قوات النظام بصواريخ الفيل وصواريخ الحمام والقزائف المدفعية سقط للنظام عدد كبير من القتلى وأيضا استشهد للسوار عدد غير محدد حتى الآن طيب مع استمرار القصف والمجازر التي يرتكبها النظام كيف تبدو الأوضاع الإنسانية حاليا للمدنيين أصلا اليوم كما قلت سابقا لليوم الثالث على التوالي تستمر مجزرة النظام والطيران الروسي في مدينة حلب استفاق سكان حلب اليوم صباحا على أربعة براميل سقطت على حي الأشرفية في مدينة حلب بعد أن قصفها البارحة بخمسة عشر براميل اليوم أيضا غارتين على حي المواصلات النتج عنها استشهاد امرأة والطفل وعدد من الشهداء من الجرحة أيضا حي الصاخور هناك شهداء وجرحة حي المشهد وقرلق وحي المرجع والسيس فارحين السكر قصف فيها جانب سوق شعبي اشتباكات عنيفة أيضا تجري أحيانا في حي صلاح الدين بين قوات النظام وقوات السور حقيقة في ظل هذا القصف المكسف في الطيران الروسي والطيران النظامي تبدو الحياة خجولة والخوف من تنقل المدنيين والخوف من انتقال إلى المدارس علما أن مدير التربية الحرة في مدينة حلب أضلت قرار بتعطيل المدارس اليوم وغدا بسبب الهزمة القوية للطيران الروسي والنظامي نعم شكرا لك مدير مكتب قناة حلب اليوم في حلب مصطفى عبدالله ونبقى في حلب حيث هددت غرفة وعمليات فتح حلب التابعة للجيش السوري الحر بالانسحاب من اتفاق وقف اطلاق النار إذا لم يتوقف النظام عن هجماته بحق المدنيين في سوريا وأمهلت الغرفة المجتمع الدولي 24 ساعة للضغط على نظام الأسد وحلفائه لوقف الهجمات بحق المدنيين مؤكدة أنها ستتصدى لأي عضوان ترجمة نانسي قنقر